قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا زلنا أيها الكرام الأحباب مع من يستمعون القول فيتبعون أحسنه لا زلنا نعيش معهم نستمع إلى الآية ولو آية نأخذها في كل يوم من وسط جزء كامل لعلنا نقتدي لعلنا نطبق لعلنا نتبع أحسنها ومعنا هذه آية هي أرجى آية في كتاب الله جل وعلا أكثر آية تملأ قلبك رجاء أنا بكلمك أنت يعاصي وأنا زيك بكلمك أنت يلي قدامك المعاصي وبتعملها وأنا زيك بكلمك يلي بعدت عن ربنا وأنا مثلك أرب وإياك أن تقنط وإياك أن تيأس هي دي الرسالة هو دا النداء لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنا بقول لك توب إلى الله بس قبل ما توب املأ قلبك رجاءا املأ قلبك طمأنين أن تتعامل مع غفور هو اسم غفور ليه إلا لأنه يغفر أنت تتعامل مع رحيم سمى نفسه الرحيم ليه لأنه سيرحم أنت توافق ربك العفو اسم عفو ليه لأنه يحب أن يعفو يحب أن يعفو عن عبادي اللهم إنك عفو أنت وحب العفو عفو عنه اسمه ستين ليه لأنه يريد أن يسترك ولو لم يريد أن يغفر لك ذنبك ما سترك بل فضحك به اسمه حليم علم ملائكته الحلم لأنه الحليم سبحانه وتعالى هو دا ربنا لا تقنط مهما عظم ذنبه يعني عم الشيخ أنا عملت زنوب كتير قوي ينفع توب ينفع تتوب هيغفر ليها هيغفر لك دا مش كده بس سيبدل سيئاتك حسنات الذنوب الكبيرة المتلتلة هتتحول إلى طاعات وأجور عظيمة كبيرة بفضله أنت يعني إيه أشركت بالله حتى لو أشركت توب لا تقنط بالرحمة الله طب أنت زنيت آه زنيت قتلت قتلت طب في أكتر ميش طب أنت بتقول ربنا عجلبي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك صح لو أنت قابلت ربنا ومت وانت مشرك ما يغفرش إنما لو أنت أشركت وتوبت يقبلك لا تقنط بالرحمة الله وهل الصحابة إلا أنهم كانوا مشركين فأسلموا وتابوا وغفر الله آه غفر لهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جاء أناس إلى النبي وقالوا يا رسول الله قتلنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا ونحن أناس من أهل الشرك يعني ليس بعد الكفر ذنب كفره قتله زناه أكبر ذنب في حق لا الكفر وأكبر ذنب في حق نفس الزنة وأكبر نفس في حق غير القتل عملوا كل الذنوب الكبيرة وإن الذي تدعو إليه لحسن إن كان لما صنعنا كفارة لم يجب رسول الله إنما الذي أجابه الله أنزل الله أرجى آية في القرآن الأية دي لا تقنطوا من رحمة الله وأنزل الله قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يكتلوا النفس لا تحرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورهم الذنوب تبقى حطاعات تبقى حسنات تبقى قربات تبقى فضائل من رب والأرض والسموات لا تقنطوا من رحمة الله أنا ما جئتك في هذا اللقاء بالذات إلا لأرفع الرجاء في قلبك وأطمئن قلبك أنك تتعامل مع رب كريم عفو تواب رحيم يريد أن يتوب عليك يريد أن يغفر لك يريد أن يعفو عنك عشان كده نادى عليك على كل عباده على عباده الذين ظلموا أنفسهم على عباده الذين وقعوا في الكبائر والصغائر على عباده الذين أشركوا على عباده الذين بعدوا وأنت من باب أولى لا تقنطوا من رحمة الله كيف تقنط كيف تيأس من رحمة الله جل وعلا وهو الذي لما تحدى إبليس وقال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم رد الله جل وعلا عليه وقال وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرون كيف تقنط من رحمة الله جل وعلا وهو الذي سبحانه وتعالى علم ملائكته أن يحلموا بك هو حليم طب والملائكة علمهم تخيل لو أنت أذنبت ذنب بسط لبنت قلتك المغارات في ملك اسمه ملك السيئات بيكتب ذنبك الملك يرفع الألم عشان يكتب الذنب يأمره الحليم أن لا يكتبه يا رب دا أذنب هكتبه انتظر ما يكتبش الذنب يظل ساعة اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ساعات لا يكتب الذنب يمكن تتوب فيقبلك الذي فتح لك باب التوبة يقبلك سبحانه وتعالى خذ الهدية دي من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابو ماما عند الطبراني وصحاوه الحسن واللباني وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبدي المسلم المخطئ ست ساعات ست ساعات فإن تاب إلى الله ألقاها وإلا كتبت عليه سيئة واحدة ربك عز وجل بقول لي الملك ست ساعات ما تكتبش الذنب لو أنت استغفرت تقابل ربنا يوم القيامة يتفتح كتابك ما فيش فيه ذنب أصلا لا يكتب فيه الذنب أصلا ما كإنك ما عملتش مش عملته وتغفر ولا عملته وتعفى يعني اتمسح لا 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 ده ما كتبش أصلا لأن الله قال لا تقنطوا من رحمة الله لا يكتب الذنب أصلا الله جل وعلا أرسل موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس في ذلك الزمان إلى فرعون أشقى الناس في ذلك الزمان قال له ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى طغى عارفين فرعون كان بيأت العيال يدبح العيال يأتع رسهم ويأتل الناس وظالم طاغية من الدرجة الأولى ومع ذلك ربنا قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر ربك عزل فتح باب الأمل له لفرعون إنه لو تم ربنا يقبله الله جل على كيف تقنط من رحمة الله وهو الذي فتح الباب لليهود والنصارى ربنا اتكلم عن اليهود وبعدين اتكلم عن النصارى ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ربنا بيكلم اللي عبدوا غيره أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والكلام في ذلك طوي اللي قذفوا المحصنات ربنا فتح لهم بالتوبة اللي حرأوا المسلمين إن الذين فتنوا المؤمنين والممنات ثم لم يتوبوا فتح لهم باب التوبة فلا تقنطوا من رحمة الله نعمل إيه أي ذنبك لا تتعظمه تعظم لي ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك ربي أعظم يا كثير العفو عما كثر الذنب لديه جاءك المذنب يرجو الصفحة من جرم يديه أنا ضيف وجزاء الضيف الإحسان إليه فاللهم املأ قلوبنا رجاء فيك وتب علينا وصلى الله وسلم وبركة النبي محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر